راديو الأهرام يقدم لؤمة على ما أسم مع شروق عياد أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين معاكم شروق عياد وحلقة جديدة من برنامج لؤمة على ما أسم أنا النهاردة حاولت أختر لكم مينيو جديد تماماً وبعلاً بالتجربة المينيو ده كان رائع عشان كده حبيت إن أنا أشارككم المينيو ده ونجربوا مع بعض النهاردة هنعمل صنية خرشوف بالمشروم واللحمة المفرومة والبشمال وهنعمل شربة كوسة وهنعمل رز بالخلطة وهنعمل بقلاوة محشية كنافة بالمكسرات ويلا مع بعض نبدأ بالنسبة للخرشوف إحنا هنحتاج كيس خرشوف قلب فروزن ولو متوفر عندك الفراش طبعاً مفيش مشكلة وهنحتاج مشروم سواء فراش أو محفوظ وهنحتاج بسلتين كبار مبشورين ولحمة مفرومة وهنحتاج توابل ملح وفلفل وبهار وهنحتاج للبشمال سبدة ولبن ومية ونبدأ مع بعض أول حاجة بنخسل الخرشوف وبنقطع كل واحدة أربع قطع وإن كانت كبيرة ممكن تتقطع أكتر من كده وبنخسله كويس ونحطه في مصفة بالنسبة للمشروم لو المشروم فراش طبعاً ما بنبلوش لأنه هو إسفنجي وبيشرب مياه كتير جداً بمناديل مطبخ وبنبدأ نمسحه بالراحة ونقطعه ترونشات لو هو محفوظ بنخسله كويس قوي من المادة الحافظة اللي فيه وبنحطه في مصفة بالنسبة للعصاج أنا بحب أستعمل أقل مادة دهنية ممكن تكون موجودة لأن إحنا صايمين ومش محتاجين دهون كتير علشان كده أنا ما بحطش مواد دهنية وبكتفي بالدهون اللي موجودة باللحمة فحالة تكون نوعيتها ما بيلزقش ولتكون تيفال نحط البسلطين ونقلبهم كويس قوي قوي لحد لما يتبلوا وبعدين ننزل عليهم باللحمة ونفضل نقلب لحد لما اللحمة تشرب ميتها وتستوي منها فيها ولا هنزود مية ولا هنعمل أي حاجة وبعدين نضيف التوابل اللي هي فلفل وبهار والملح طبعا إحنا متفقين إن إحنا بنضيفه آخر حاجة ونفضل نقلب لحد لما اللحمة تستوي ونحط الملح بتاعنا ونزبط الطعم ويبقى كده العصات جاهز فحل على النار هنحط معلقتين زبدة كبار عليهم 3 معالق دقيق هننزل عليهم بتلت كبايات لبن وكبايات مية وطبعا إحنا عايزين بشامال يكون متوسط ولا هو تقيل ولا هو خفيف ونفضل نقلب لحد لما البشامال ياخد معانا السمك المطلوب ونتبل بالملح والفلفل وكده يبقى البشامال بتاعنا جاهز في طاصع النار هنحط فيها نصف معلقة زبدة وهننزل بالخرشوف اللي احنا مقطعينه ونفضل نشواحه لحد لما ياخد لون حلو من التحمير من كل الجهات وبعدين ننزل بالمشرم ونفضل نقلب ونتبل بالملح والفلفل كده كل المكونات عندنا بقت جاهزة فاضل عندنا تطبيق الصنية هنجيب صنية بايركس وننزل عليها بالخرشوف والمشرم اللي احنا شوحناهم ونحط فوقهم العصاد ونحط فوقهم البشامال وكده تبقى الصنية جاهزة انها تدخل الفرن بنسيبها 10 دقايق بعد ما حطناها وندخلها على فرن 180 لمدة 20 دقيقة وبعدين نحمرها من الوش من الفرن من فوق ونسيبها تهدى وتتقدم ويبقى كده صنية الخرشوف بتاعتنا جاهزة هنعمل بقى نوع شربة انا مش عايزاكوا تستغربوه خالص لان هو لما بتعلن هتدقوه هتكتشفوا ان هو من احلى انواع الشربة اللي ممكن تدقوها شربة الكوسة احنا هنحتاج بصلايا كبيرة وربع كيلو كوسة متقطعة مكعبات صغير وكريمة طحي فحل على النار هنحط نص معلقة زبدة وهنشوح البصلايا هي مكعبات الكوسة لحد لما ياخدوا لون تحمير جميل من كل الجهات وننزل عليهم بمية مغلية ونسيبهم ونوطي النار لحد لما يستوي الكوسة كويس قوي قوي وبعدين نقفل وبعدين نضربها بالهند بلندر او بالخلاط لحد لما تاخدوا السمك المطلوب ونتبل بالملح والفلفل وقت التقديم بنحط كريمة الطهي ونديها غلوة عن نار وكده بقت شربة الكوسة بتاعتنا جهزة مش قلتلكم من اسهل ما يكون الرز بالخلطة وبعد كده بناخدها نرمي اللبن ونقطعها كويس قوي حتة صغيرة وهنحتاج بصلة كبيرة مبشورة فحل على النار فيها نص معلقة زبدة بنحط البصلة تتشوح يدوب تبقى شفافة وننزل بالقوانص ونفضل نقلب لحد لما تشرب ميتها من البصل وهي تنزل ميتها ولو احتاجت مية بنحط لها حبة مية صغيرين قوي وطبعا زي ما متفقين اهم حاجة تكون مية مغلية نقلبها كويس قوي في الوقت ده نكون مقطعين الكبدة اول ما القوانص تاخد السوى المطلوب ننزل بالكبدة ونقلب تقلبتين ونتبل بالملح والفلفل وكده تبقى الخلطة بتاعتنا جهزة بالنسبة للرز انا بحب اشوح الرز بحب طعم الرز وهو متحمر وطبعا كل ما هيبقى ناشف كل ما هيتحمر اسرع مما تتخيلي انما لو مبلول بياخد مننا وقت طويل جدا انا مش بحب اعمله الكرامل او السكر بحس ان هو بيغير طعم الرز بالنسبة لي فحل على النار هنحط معلقة زبدة مليانة على معلقة زيت لان الزيت بيدي لمعة للرز حلوة قوي ونقلب الرز كويس قوي هيحتاج مننا شوية تقليل لحد لما ياخد اللون البني الحلو بتاع التحمير وننزل عليه بالمية السخنة طبعا احنا عارفين الرز المصري كباية رز وصدها كباية مية ونتبل بالملح واول لما الرز يشرب المية بتاعته وهنبدأ نوطي عليه نحط جزء من الخلطة ونسيب جزء بره ودي المرحلة اللي لو بتحبوا الرز بالزبيب نحط تقريبا حوالي مية جرام زبيب مع الخلطة جوه الرز ونسيبهم يستقوا اول لما الرز يخلص يشرب كل ميته ويبقى استوى تماما نقفل عليه بالنسبة بقى لطريقة التقديم بتاعته احنا هنصب الرز في البايريكس بتاعنا بتاع التقديم وحبة الخلطة اللي سيبناهم من فوق هنحطوهم فوق الوش زي جار ناتورلي وكده يبقى الرز بالخلطة بتاعنا جاهز بالنسبة للحلوة بتاعنا البقلاوة البقلاوة صنف جميل وسهل جدا من اسهل ما يكون بس المرة دي هنعمل لها حشوة جديدة كنافة محمرة وعليها المكسرات اللي انت تحبيها احنا هنجيب لفة الجلاشة العادية اللي بنعملها بقلاوة وهنحمر يعني حوالي كوباية كنافة متحمرة او اقل بنحمرها في طاصة على النار او بتحمريها في الفرن بس لو حمرتيها في الفرن ده هيحتاج منك ان انت تقلبي كل شوية عشان تاخد كلها لون واحد في النار لو حمرناها من فوق هتحتاج معلقة زبدة وبرضو نفس المعلقة هنحتاجها لو حطناها في الفرن بس في الفرن هنحتاج ان احنا نطلعها نقلبها كل شوية بعد ما بنحمرها بنحطها في علبة وبنحط عليها المكسرات اللي انت حابة تستخدميها وبتحط عليها معلقة شربات تقيلة قوي وبتقلبيها فبيبقى عندنا زي معجون بالنسبة للبقلاوة بنجيب الصنية اللي هنرص فيها البقلاوة وهيكون جنبين طبق في زبدة سايحة ومعانا فرشة ونبدأ نرص البقلاوة اهم حاجة ان عدد الطبقات اللي يكون تحت هو يبقى موازي لعدد الطبقات اللي فوق يعني لو حطينا خمس طبقات تحت هنحط خمس طبقات فوق واهم حاجة عشان البقلاوة بتاعتنا تبقى مورقة وحلوة ندهن بين كل طبقة والتانية هنفضل نكرر العملية دي في الجزء اللي تحت وندهن بين كل ورقة والتانية لحد ما نوصل لخمس ورقات وبعدين نقوم حطين الحشو وفردينه جواه وبعدين نحط الخمس ورقات التانيين ونبدأ نكرر نفس الطريقة وندهن زبدة بين كل راق والتاني ونقطع البقلاوة بتاعتنا وندخلها الفرن طبعا البقلاوة بتاعتنا دي محتاجة شربات بتحتاج شربات متوسط يعني هنحتاج كباية ونص سكر عليهم كباية مية ونص عصرة لمونة الشربات دي يكون معمول من قبل ما نبدأ البقلاوة ويكون بارد وأول ما تطلع البقلاوة بتاعتنا هي سخنة والشربات بارد نسقيها وألف هنا يبقى كده الحلو بتاعنا جاهز أتمنى أن المينيو بتاعنا يكون عجبكم النهاردة وأتمنى أن انتوا تجربوه وإن شاء الله استنونا في وصفات جديدة ولقمة على مقسم لقمة على مقسم مع شروق عياد اشتركوا في القناة